يقول ما حكم المسعى للحذاء العسكري للوضوع و ثم خلع للحذاء و دخول المسجد للصلاة حمد الكبيسي بارك الله فيك من قطر يجوز المسعى للحذاء العسكري إذا لبسه الإنسان على طهارة و يصلي فيه من أهل العلم ذهب إلى أنه إذا احتاج إلى خلعه و قد مسح عليه يجوز له ما دام أنه باق على طهارته باق على طهارته لكن إذا جئت لتتوضع من جديد ما تمسح و إنما تغسل قدميك بارك الله فيك